السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ومتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا اتلع عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص اي تطاع وي السفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا كمان عرضنا فرصة حصرية. كانت فرصة تطاع في بيتنا مش عاملها موظم التكاليف وكانت عملية التقديم والاقول فيها عن طريق قناتنا. وتم علان المفازين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص ديها كتير. التقديم والاقول فيها حصرا عن طريق قناتنا. آآ وكنا كمان وفرنا خدمة جديدة وخدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان نوي كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك. ورابط التقديم الخاص بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقيه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلاني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة ومنحة دراسية ممتازة جدا. آآ هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة كوريا الجنوبية. تمام? آآ طبعا كوريا من الدول القوية من الدول السيوية القوية جدا. ودراسة فيها طبعا من يعني الجامعات اللي موجودة فيها من اقوى الجامعات حول العالم. الجهة المنيحة هي تمام? كايست يونيفرسيتي طبعا جمعة من افضل الجامعات وهي اللي مقدمة المنحة دي. الدول المتاحة آآ للتقديم في الفرصة دي جميع الدول المتاحة للتقديم معادة آآ ازا كان احد الابوين من الجنسية الكورية او الشخص مقيم حاليا في كوريا. تمام? اه ده اه يعني بالنسبة للدول المتاحة للتقديم. المرحلة الدراسية هي منحة دي موجهة للناس اللي عايز تدرس مرحلة متاح لهم التقديم. اما بالنسبة لمرحلة الماجستير والدكتوراه هي متاحة في المنحة دي. ولكن التقديم لها انتهى يوم سبعتاشر ابريل. لان جامعة قايز بتقدم منح لكل المراحل الدراسية. ولكن البكاليريوس حاليا هو المفتوح له التقديم. اما بالنسبة للماجستير والدكتوراه انتهى التقديم له يوم اه او في تاريخ اربعتاشر ابريل. فحبنا ننوح بالنسبة للناس اللي كانت عايزة تقدم له الماجستير والدكتوراه. طيب بالنسبة بقى له التمويل في المنحة دي. المنحة دي بتشمل تمويل اه كويس جدا. اه رسوم الدراسة كاملة بالمجان. كل اه رسوم الدراسة وكل مصاريف الدراسة. طبعا الدراسة غالية جدا. ولكن المنحة هتتحمل لك كل التكليف مش تدفع اي شيء. مصاريف السكن والاقامة. وكمان هتاخد راية بشهري تلتمية دولار. تمام? والاضافة هتاخد تأمين طبي في حالة لقدر الله حدوث مرض او حاجس. اه التكليف العلاج هتكون على حساب الجمعة. بالاضافة كمان بقى لمصاريف الكتب وكل شيء هيكون على حساب الجمعة. طيب بالنسبة بقى ليه التخصصات? ايه التخصصات المتاحة في المنحة دي? تخصصات كتيرة جدا. مقسمة هنا لمجموعة كليات. مسلا الناتشرال ساينس. هتلاقي فيزيكس. مسلا لايف ساينس. اه بايولوجيكال ساينس. هتلاقي اه كليات الهندسة. سيفل. ميكانيكل. اه هتلاقي التخصصات الادبية. فدي التخصصات المتاحة بتشوف التخصص مناسب لك وبتقدم عليه. طيب هنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اخصى للعمر. كمان ان اه المنحة دي طلاب السنوية العامة او البكالوريا في اخر سنة يستطيعوا التقديم له. يعني لو انت دلوقتي حاليا في اخر سنة اه في السنوية العامة او في البكالوريا تقدر تقدم في المنحة دي. تمام? طيب ايه هي الاوراق المطلوبة في المنحة دي? عندنا مجموعة اوراق سهلة جدا. اه اول حاجة كشف درجات السنوية العامة او البكالوريا لو انت خلصت. ولو انت طالب في السنة الاخيرة تقدم كشف الدرجات لاخر سنة. السنة التي قبلها يعني السنة التانية. تمام? اه كمان محتاج صورة شخصية لك. دي سهلة جدا. اه هنا بقى اركز معا في النقطة دي شهادة ايجادة اللغة الانجليزية. شهادة لغة الانجليزية لازم تكون معاك. ولكن في اعفاء من الشهادة دي في حالة ازا درست اخر مرحلة دراسية باللغة الانجليزية. يعني ايه? يعني انت دلوقتي درست السنوية العامة باللغة الانجليزية. اه او درست مسلا فترة في حياتك لمدة سنة او سنتين باللغة باللغة الانجليزية. درست مسلا. اه اخدت كورس مسلا لمدة اه سنة على الاقل. كده انت معا في اه من شهادة اجارة اللغة الانجليزية. تمام? و اه عشان تثبت لهم انك درست اخر مرحلة دراسية بتجيب اه شهادة او يعني بتجيب زي كده من المؤسسة اللي انت درست فيها اه باللغة الانجليزية عشان كدليل بدل الشهادة الدولية بتاعت اللغة الانجليزية. تمام? فهنا الايليتس او الطيفل مش مطلوب بشكل الزامي لو انت درست المرحلة السابقة باللغة الانجليزية او درست على الاقل سنة يعني كورس مسلا او ما الى ذلك. اه كمان مطلوب منك خطاب توصية اونلاين. كنا شرحنا خطابات التوصية اونلاين يعني ايه? اه وكمان كتابة مقالات النية في مجموعة مقالات حوالي ست مقالات في المنحة دي لازم يتكتبوا بيعناية شديدة ويخاصة بيه اللي عايز تقدم للمنحة دي اية محاطقة المستقبلية وما الى ذلك. طيب كيفية التقديم في المنحة دي بيتم التقديم اونلاين. تمام? تم ارفاق نميع الاوراق وكل شيء اونلاين. اه اخر معاد للتقديم في المنحة دي اتنين وعشرين مايو الفين وعشرين. المعاد يعتبر فوضل عليه حوالي زي اتناشر او تلاتاشر يوم. تلاتاشر يوم بالزبط. فطبعا لو المنحة دي اه يعني الاشخاص موجبين بها ريت يقدمو لها لان تلاتاشر يوم بالزبط وتنتهي. فتبدأ تجاهز كل حاجتك من دلوقتي للتقديم في المنحة دي. اه في ملاحظة هنا ان احنا كقناة منح من كل الالوان. اه بنتيح حملية التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزة. ممكن نقدم لك فيه المنحة دي او اي منحة اخرى. اه بشكل احترافي. ورابط استمارة التواصل معنا عشان تقدم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. او المنحة بالشكل ده. وهتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالمنحة هنا زي اه يعني امتى موعد التقديم اه بالنسبة للرد بتاع المنحة هيكون في شهر سبعة عشرة سبعة الفين وعشرين. بداية الدراسة في اه طبعا فصل الخريف الفين وعشرين. تمام? فزاكرين كل التفاصيل هنا فتقدر تقرأ التفاصيل دي كلها. طيب دلوقتي شفنا الاعلان الرسمي تعني نخش دلوقتي على التقديم. هنفتح اللينك ده. تمام? هيزهر معنا دلوقتي هيزهر معنا بنفس شكل الموقع الرسمي او هو نفسه. بس في اخر جزئية هتلاقي حاجة اسمها فتضغط عليها عشان تخش بقى على طول فتلاقي ان عندك هنا مقسم لسبع خطوات. اه تمام? انت مطلوب منك انك كل خطوة تملاقها بعد كده تخش الخطوة التانية وهكزا. طيب اه في انت مطلوب منك تملى بقى البيانات بتاعتك اسمك اسم العائلة تحط صورة شخصية ليك هنا. اه تتكلم عن الجنسية بتاعتك تحط بيانات الجنسية بتاعتك والجندر وتاريخ الميلاد. تحط معلومات التواصل بتاعتك الايميل بتاعك ورقم التليفون. اه تحط معلومات تواصل شخص اخر زي مسلا اه احد والديك او مسلا اخوك او اه صديق ليك بحيس ان هما لو تعذر الاتصال بك مع بياناتك الاصلية ممكن تواصله مع الشخص ده اه لو يعني هما ما يدروش يوصلو لك في البيانات دي هنا. وهنا بتختار اه يعني المجال اللي انت مهتم به. انا مهتم مسلا ادرس كمبيوتر ساينس مهتم ادرس مسلا. فبتختار التخصص اللي انت عايز تدرسه. وبعد كده بتضغط عشان تخش تمام? اه في انت هنا بتتكلم عن الخلفية التعليمية بتاعتك للمدرسة بتاعتك. تمام? بتحط بتحط اه العنوان بتاع المدرسة بتحط الدولة اللي درست فيها. اه هنا بيتكلم عن جزئية اللي هي خطاب التوصية بس اللي بشكل اونلاين. تمام? وكنا شرحنا يعني ايه خطاب التوصية اونلاين سابقا في مناع كتير جدا. اه وهنا بتتكلم عن اللي هي الخلفية التعليمية بالنسبة للمراحل السابقة. كل المراحل السابقة. يعني ايه? يعني انت هنا عندك هتلاقي حوالي اه عندك تمن خانات تقدر تضيف فيهم كل المدارس اللي انت حضرتها. يعني كل المدارس اللي انت انضميت لها تضيف اسم المدرسة تاريخ الانضمام دولة اللي انت درست فيها او الدولة الموجود في المدرسة دي اسم المدينة سجلت امتى في المدرسة دي? ولازم تضيف على الاقل التلات مراحة اللي هي المدرسة الابتدائية والاعدادية والسنوية اللي انت درست فيها. لازم تضيف بيانات كل مدرسة. تمام? اه وهنا بالنسبة للغة الانجليزية. زي ما كنا وضحنا ان اللغة الانجليزية مطلوبة اه الشهادة. وقلنا ان ممكن تتعفي منها في حالة ان انت درست مرحلة سابقة او كورس اه بلغة الانجليزية. تمام? اه طيب. وهنا لو انت خلاص يعني انت بتتحقق معاك شروط اه يعني الاعفاء. فبتضغط علامة صح على المربع ده. فكل الشهادات المطلوبة خلاص بتتلغي. لانك مع فيه من من وضع الشهادة اللغة الانجليزية. وهنا ده بالنسبة ليه اه الانشطة اه بتاعتك مسلا اشتركت في نشاطات ايه بالزبط لو اشتركت في انشطة. هنا بالنسبة طبعا الحاجات دي كلها مش مطلوبة بشكل الزامي. يعني بس الحاجات ايه? كاضافات. يعني اعمالك بجانب الدراسة. انت مسلا اشتركت في عمل تطوعي. حصلت على شهادات مسلا جوائز. فكل ده بتضيفه هنا. بعد كده بتضغط ناكست وبتخش على ستيب سري. تمام? اه في ستيب سري هنا بيتكلم عن اه شهادات اضافية. هنا بيقول لك ان اه هنا فيه شهادات زي السات مسلا فيه شخص معه السات الجي ار اي. اه فيه كده امتحانات بتكون زي امتحانات معادلة للسنوية العامة. فهنا مش مطلوب منك انك بشكل الزامي لازم يكون معك شهادة. لو مش معك شهادة بتضغط على كل الشهادات دي. تمام? يعني او كل مسلا معيش السات خلاص. معيش خلاص. تمام? اه معيش خلاص. بتضغط على على كله. لو انت ما معكش اي شهادة من الشهادة دي. لو معك خلاص يعني انت اه بتعمل للشهادة وبتحط بتاعتك. يبقى الخانة دي مش مطلوبة بشكل الزامي لو انت مش معك شهادة من الشهادة دي. بعد كده بتضغط بتخش على اللي هي الخطوة رقم اربعة. في الخطوة رقم اربعة بتتكلم عن الجوائز بتاعتك. يعني مسلا انت حصلت على كده حصلت على ملحة سابقة. اه بقول مسلا ان انا حصلت على ملحة سابقا. اه حصلت على جائزة مسلا من مؤسسة. طلعت الاول مسلا اه على المدرسة بتاعتي اه كلية ترتيب في المدرسة. بتكتب كل الجوائز وكل الحاجات اللي انت حصلتوها خلال المرحلة التعليمية بتاعتك. تمام? وطبعا اه لو ما عندكش اي حاجة بتسيب الجوزية دي فضية برضو ما ما فياش اي مشكلة يعني. اه ولا مطلوبة شكل الزامي انك لازم تملاقها. طيب. بعد كده بتخش على ستيف فايف. نايس بتخش على ستيف فايف. هنا بقى المقالات اللي احنا كنا قلنا عليها. قلنا في مجموعة مقالات زي ما كنا شرحنا هنا. قلنا في حاجة اسمها مقالات النية في المنحة. دي من اهم عوامل القبول في المنحة. لازم تهتم بها كويس جدا. زي مسلا المقال الاول بيقول لك يوصف اه يعني بتاعتك مجهوداتك. وانت عايز توصل لايه في المستقبل خطتك المستقبلية. بيتكلم هنا عن خطاب النية ليه عايز تنضم للمنحة دي. اه بيقول لك اوصف الحالة بتاعتك دلوقتي او حددها مسلا بالنسبة ليه الدراسة وازاي مسلا الناس اثرت عليك. اه من حيس مسلا انت حفزك على الدراسة كل الاشياء دي بتجاوب على كل مقال من المقالات دي. وبتكتب المقال هنا. تمام? وبعد كده بتعمل الصحة هنا وصحة هنا. اه وهنا بتحط الصجنية بتاعتك بتكتب اسمك وهنا بتحط تاريخ اه اه يعني اللي انت هترسل في الابليكيشن ده مسلا عشرة خمسة الفين وعشرين. اه وبعد كده بتضغط نيكس وتخش على ستيب تمام? في الستيب دي بقى انت هنا بتختار انك عايز تدرس في الجامعة يعني ايه? يعني اللي احنا بنملا ده هو سابط سواء انت تدرس على حسابك ولا حساب منحة. فبالتالي انا لازم في الستيب دي اختار ان انا عايز ادرس منحة. فهنا هتلاقي اسم المنحة اللي احنا قلنا عليها تضغط عليها. وهنا بيقول لك بنوفر لك ايه? وهنا بقى بيقول لك لازم كدليل للمنحة انك تحط اه من ضمن الاشياء انك تجيب لنا مسلا اي شيء يثبت اه مدخولك الشهري. يعني الاسرة بتاعتك مدخولة الشهري كام? اه بنك ستيتمنت حساب بنكي مسلا بيوضح مسلا لاحد والديك هم عندهم الحساب المنكي كام? يعني تجيب اي شيء يثبت ان انت مؤهل للحصول على المنحة مسلا ان مصاريفك الشخصية او المصاريف بتاعت اسرتك او اه يعني الدخل بتاع الاسرة بتاعتك ما يقدرش يكفي انك تحصل على المنحة. طيب اه بتختار انك عايز تضيف شهادة من الشهادات دي. يعني انا مسلا عايز اضيف انكم تاكست. فبضغط هنا على دي. تمام? وبعد كده بضغط تمام? هنا بيقول اختار اه ليه الفازر والمزر مسلا اختار فازر وبعد كده بتضغط وبعد كده بتخش على ستيب نمبر سيفن. تمام? اللي هي الاستيب الاخيرة. في الاستيب الاخيرة دي بقى اركز فيها كويس جدا لان الاستيب الاخيرة دي هو زي كده تمام? وبيقول لك تدفع رسوم الابليكيشن. الابليكيشن ده فيه رسوم. يعني التقديم للمنحة فيها رسوم. وزي ما ذكرنا في معظم المنح. في منح اه قوية او في منح في دول قوية بتكون محتاجة رسوم. نظرا عشان يضمنوا ان الشخص ده جات في عملية التقديم. ما يقدمش طبعا او ما يكتبش اي بيانات خطأ يكون مركز في عملية التقديم. اه يعني في في منح مسلا في اشخاص بتكتب حاجات خطأ في الابليكيشن. اه خش يجرب الابليكيشن الاول ويكتب اي كلمات بقى ويعمل للمنحة والمنحة تيجي تراجع فتلاقي اللي هو كتب حاجات كل الاشياء غلط يعني هو فقط قم بيجرب. فبالتالي هم مش عايزين كده عايزين الاشخاص تكون جدية في الموضوع ده. فلازم يتم دفع رسوم عشان يوصل للمنحة وتراجعه لك. الرسوم دي تمانين دولار. تمام? وعندك اه حاجات كتير جدا اوسائل كتير جدا للدفع عندك البانك تمام? وطبعا نحطين لك المعلومات. فحضرتك بتختار الوسيلة المناسبة وبتدفع رسوم ولما بتدفع رسوم اه بتروح بعد كده حاجة اسمها اللي هي بقى اللي انت تحط اوراقك. الاوراق بتاعتك زي كشف الدرقة. تركز ما معي في الحتة دي بيقول لك يعني اه الشهادات بتاعتك هتتحمل على الموقع لما انت تدفع الرسوم. لما تدفع الرسوم هياخده بقى كشف الدرجات بتاعتك اللي كنا ذكرناه هنا. في شخص مسا يجي ولي طب انا هحط كشف الدرجات فين والشهادات والحاجات دي هحطاه فين. بعد لما تدفع اه الرسوم هيجي لك زي خانة كده تحط بقى فيها كل الشهادات بتاعتك اللي انت محططهاش لما جينا مالينا البيانات في الاول. تمام كده? فهي دي الفكرة كلها هنا. اه اه كده شرحنا الابليكيشن بالكامل. وبعد لما بتدفع طبعا بيدوك زي اه اه تمام? بيقولك بتاعتك بتاعتك بتحتفظ به عشان بعد كده بقى بيبعتولك اه اه يعني الايميل بتاعك رسالة بتوضح بقى القبول او الرفض وماء الى زلك. منحة راحاتة ممتازة جدا مع لهاش تنافس كبير. اه منحة من جامعة قوية جدا من افضل جامعات العالم في دولة برضو قوية. فلو حابين تقدموا الهيارية لان اخر معاية هو اتنين وعشرين مايو الفين وعشرين فاضل تلتاشر يوم وتنتهي. وفي النهاية احب اشكركم على متابعتكم الفيديو. اه واتمنى لكم التوفيق ولبول في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.